هنا في فرق ما بين انك تتعاطفي مع بني آدم عشان انت حس انه محتاج التعاطف وفي فرق انك تحس انك بني آدم عندك حالة نفور منه انت بتوصالي المرحلة مع البني آدم السلبي انك عندك حالة نفور مش قادرة حتى تسمعي كلامه وهو بيتكلم لانه فجأة بيملاكي بطاقة سلبية وبتحس ان الدنيا كلها سودت في عينك من نبرة صوته وطريق كلامه فعا اول حاجة بلاش نركز مع اي شخص من الشخصيات اللي هي اللي يحبطونا او السلبيين المحبيطة بلاش نركز في كلامنا خالص دي اول حاجة ثاني حاجة ما نشاركهمش لا افكارنا ولا احنا عايزين نعمل ايه ولا اهدافنا ولا حتى ناخد رأيهم في موضوعنا بس بس انا لو شاركتهم انا كده ممكن اديهم شوية من اللي عندي من الافكار الحلوة لا ما هو ما هو يمكن يتشجعوا ويعملوا زي يعني احوال اخد بأيديهم فكرة انك تشاركيهم ان حاجة من الاتنين يا اما هتشاركي الواحد تبيتشاركي حد لو انت عندك مشكلة بتستشريه دي ما تنفعش تماما ولو شاركتي في حاجة كويسة تأكدي انه هيعرف يطلع لك مليون حاجة وحشة في وسط الحاجة كويسة فممكن هو يحبطك ويعمل ايه؟ هيحبطك ده الطبيعي وشتبه يقولك انت احبطني معه عشان كده انا بحكي لك حاجة بمنتهى الحماس وعندي برقة امل انها تحصل وشايف واحد واثنين وثلاثة هو هيقولك اربعة وخمسة وستة اللي يخلي حاجة دي ما تنفعش فبالتالي حتى لو انت ما سمعتيش كلامه حيوقفك شوية حيخضك حيغير مودك حيخليك تعيدي تفكيرك يبقى ملوش لازمة يبقى ملوش لازمة فاحنا ما نركس للكلام ما نشاركهمش لأفكارنا والاهم من ده كله ان نحاول ان احنا نتجنبهم ده لو احنا بنكلم على شخصيات بعيدة بعيدة اه بس لو واحدة ربتي لو بنتي بعد اشتر يعني لو بنتي لو امي لو اختي لو جوزي ده دورنا بقى ان احنا لازم لازم نشتغلها لا جوزي برضو صعب لان جوزي دي ما ينفعش البني ادم بيتغير في امه الليلة في الحتة دي بالذات فجوزي اكيد انت قبل ما تتجوز وشفت ان هو شخصي نيش بس ما كانتش متوقع انه حيبقى ماشلا انا جوزي مش كده الحمد لله بس يعني نعتبر يعني طالما اختار طالما ده او هنقول بقى ما هو اصل اللي لو هو جوزي اتغير اتغيره الفضيع ده وعندي بنتي اللي هي ما اقدرش اتصرف فيها ما اخترتهاش هي جدكة او ابني او لقد يعني او اخويا بلزبط لازم نشتغل لازم نشتغل عليهم نشتغل معهم نشتغل عليهم مش معهم نشتغل عليهم انه هم يبدأ اصل معاهم مش هيساعدوكي وانا دايما ما بحبش اخد جانب او المنظور انه ما فيش امل انا دايما بشوف في امل في كل حاجة نشتغل عليهم انه هم يبدأوا يشوفوا الميزة من كل عيب انه هم يبدأوا يسخوا في نفسهم لانه اغلبيتهم 99% منهم عندهم ثقة بالنفس وده منها اللي بيخليهم دايما وابدا مهزوزين عندهم عدم الاحساس بعدم الامان بيخليهم دايما وابدا بيفترضوا كل حاجة وحشة علشان هم بقى ما يحبطوش اللي هم اساسا محبطين فبيفترض كل حاجة سيئة علشان ما يتسدمش هو اه بزبط عشان ما يتسدمش لان هو قريدي او مش ما يتسدمش ما يتوقعش الاسفاده وبتوقع الاسوأ دايما هو ما عندوش مبدأ ان انا ايه طب انا نتوقع الحلو انا نتوقع الحلو حيحصل واحد اتنين دقل خليني متوقع الوحش فدول لازم نشتغل عليهم انه هم يبدأوا يبقوا يشوفوا ويفكروا ويتصرفوا بطريقة مختلفة انا انا ا zuائد ال منطفين اتراجوا بطريقة ارتي او صرفواه من انا